لن تكون عملية حسكني رداً على العنف فحسب بل ستكون أيضاً عملاً تضامنياً مع أولئك الذين يعانون ولهذا المبرر فإن رئيس الجمهورية الجنرال محمد إدريس ديبيتنو بعد أن أطلق العملية ظل في الميدان ليتابع ويقود شخصياً عملية الاستجابة السيدات والسادة إننا نتفهم تماماً إن الوضع الحالي يثير مشاعر مشروعة كما يتضح من سلسلة التضامن والدعم الواسعة التي تم إنشاؤها في جميع أنحاء التراب الوطني ونحن نرحب بهذا الزخم والحماس الوطني القوي الذي يظهر مرة أخرى أن الشاديين لا يزالون متحدون ومتماسكون ومحتشدون لدعم جنودهم البواسل كما يظهر هذا الموقف للعالم أن شعب شات مصمم أكثر من أي وقت مضى على عدم السماح لأي شخص بالاعتداء الضار بوطنه وتراثه المشترك الغالي الذي لا بديل له إن رئيس الدولة والحكومة فخورون بأبناء وطنهم ويحصونهم على الحفاظ على هذا الزخم من خلال إظهار الوحدة والتضامن على الدوام إننا ببقائنا متحدين ومتماسكين نبرهن على صمودنا في وجه الشدائط كما إننا نثبت بوضوح أننا لن نستسلم أبداً للخوف أو العنف أياً كان مصدره السيدات وسادة من الضروري أن نشير ونوضح أن عملية حسكنيت التي تم إطلاقها في البحيرة هي عملية عسكرية وأمنية بحتة وبطبيعة الحال فإن منطقة العمليات تخصص للعمليات وفي هذا الصدد ليست هناك حاجة للمؤسسات أو الجمعيات المدنية للنزول إلى الميدان كما فعل البعض في الماضي فجنودنا المتمرسون ذو الخبرح والمختلفون والمنتزمون يقومون بواجبهم بكفاءة وبرعة كما فعلوا خلال العملية الأخيرة عملية غضب بوما وهم يعلمون ويدركون تماماً مستوى الدعم المعنوي من مواطنهم لذا ندعوكم إلى الهدوء والسكينة فليمارس كل واحد منا عمله بإيمان ووطنية صادقة في موقع عمله ويباشر عمله كالمعتاد ومن ناحية أخرى لا يفوتني أن أتوجه بخالص الشكر لقواتنا قوات الدفاع والأمن التي تشعر بمزيد من الفخر والاعتزاس وهي تقاتل دفاعاً عن سلامة ترابنا الوطني وبسط السلام والاستقرار السيدات والسادة إنني أشجعكم بقوة على اتباع هذه التوصية ونقل هذه الرسالة عبر القنوات المعنية ودعونا نظل أوفياء وياقزين ومتحدين لأن قوتنا الحقيقية تكون في وطنيتنا ووحدتنا معاً سنتجاوز هذه المحنة حفظ الله بلادنا وجيشنا أشكركم على انتباهكم